وفي ملف آخر يعتقد الخبر الأمني سرمد البيات أن السلاح المنفلت بات يهدد العمليات السياسية واستقرار السلم المجتمعي بعد تنفيذ هجمات استهدفت جهات سياسية مختلفة وهذا الأمر في غيات الخطورة حيث أن الخلافات السياسية مهما تتصاعد تبقى مقبولة ولكن عندما يتدخل السلاح في هذه المسألة تصبح في غيات الخطورة وأوضح البيات أن السلاح المنفلت يؤثر بشكل سلبي على كافة المفاصل في العراق ومن أهمها الجانب الاقتصادي حيث يمنع دخول الشركات العالمية لتنفيذ الاستثمارات واستهدفت العديد منها بعمليات خطف واغتيالة وقد انسحبت بعد ذلك أو قامت بتجميد أعمالها واعتبر أن أهم الخطوات لبدء مرحلة جديدة في العراق والانطلاق بشكل نيجابي لإصلاح الأوضاع فيه هو السيطرة على السلاح المنفلت ويجب أن تكون هذه أولى مهام الحكومة المقبلة